تحت رعاية صاحب السمو الملكية لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل وجلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مشاركة أنجال سمو في سباقات الآيرون كيدز ضمن فعاليات بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تشجيع الأنجال في السباقات التي نظمتها اللجنة المنظمة بمشاركة واسعة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن بطولات الآيرون كيدز تعزز من ثقافة الرياضة لدى الأطفال وتزرع فيهم الرغبة في مواصلة ممارسة رياضة الترايثلون مشيرا سمو إلى أن هذه الفئة بحاجة إلى زرع روح التنافس والتشجيع وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المشاركة الواسعة التي شهدتها سباقات الآيرون كيدز يؤكد النجاح الكبير للفعالية مبينا سمو إلى أنه حريص على دعم هذه الفئة التي ستكون نواة للمستقبل وأشار اسمو إلى أن البحرين كسبت سمعة طيبة في تنظيم البطولات بطولات الرجل الحديدي على مدار السنوات الماضية ما يؤكد قدرتها العالية في احتضان البطولات الكبرى الذي يتمشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتنظيم المثالي الذي رافق فعاليات الآيرون كيدز من جانبه سيشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد في السباق الرئيسي لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي وذلك مع فريق فيكتوريوس وعبر تواجد كي اتش كي في سباق الدرجات فيما سيشارك سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في سباق السباحة لمسافة كيلومتر وتسعمائة متر ترجمة نانسي قنقر